موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا بهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن عبد الرحمن بيضي موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشعر والتخصص الأكاديمي قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم تحت شعار أطفالنا استثمارنا للغد تنطرق غدا السبت في الكويت فعالية النسخة التاسعة والعشرين من مهرجان أجيال المستقبل المهرجان يضم سلسلة من العروض والورش والرحلات والمحاضرات الرامية إلى الاختمام بالأطفال والنهوض بمواهبهم الفنية تستمر في البحرين فعالية الدورة الثالثة عشر من مهرجان ربيع الثقافة برنامج المهرجان حافل بأنشطة تلامس جمهور الثقافة والفن عبر باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة التي تحتضنها مختلف المؤسسات الثقافية والمواقع التاريخية والمعالم العمرانية تشارك مئة دار نشر عربية من خمسة عشرة دولة في أعمال معرض إسطنبول الدولي الخامس للكتاب الذي سينطلق غدا السبت تحت شعار اقرأ وبالإضافة لحفلات توقيع الكتب فإن الجناح العربي سيشهد نحو سبعين فعالية يشارك فيها نخبة من الشخصيات والمثقفين العرب في سياق دعم الثقافة الوطنية وتوسيع دائرة القراءة والمطالعة أعلنت وزارة الثقافة الأردنية أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار بإعفاء جميع الضرائب على الكتب والمطبوعات بما فيها المجلات الدورية وكتب الأطفال المصورة وكتب الرسوم والتلوين تنطلق الثلاثة المقبل في الإمارات الدورة الثامنة والعشرون من أيام الشارقة المسرحية والتي ستستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه لجنة إجازة النصوص اختارت أحدى عشر نصاً مسرحياً ستقدم على خشبة الأيام فيما سترشح لجنة اختيار العروض أفضلها للتنافس على الجوائز أما الأربعاء المقبل فسينطلق في السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب بدورة الثانية عشرة وسينطلق المعرض تحت شعار الكتاب مستقبل التحول مستضيفاً المئات من دور النشر وعشرات الفعاليات كما تحل دولة الإمارات ضيف شرف للمعرض هذا العام يختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة الدولي الحادي عشر لسينما المرأة وشارك في المهرجان أربعة وخمسون فيلماً روائياً وتسجيلياً من أربع وثلاثين دولة عربية وأجنبية كما شارك لبنان هذا العام بصفة ضيف الشرف ليكون بذلك أول بلد عربي في هذا القسم منذ انطلاق المهرجان عام الفين وثمانية أهلاً بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن عبد الرحمن بيضي موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشعر والتخصص الأكاديمي مرحباً بك السلام عبد الرحمن أهلاً بك ضيفاً على فضاءات مرحب حياك الله مرحب بك أهلاً بك فرصة سعيدة أن نلتقيك في هذا البرنامج نحن بكم أسعد إن شاء الله الله يبارك بك حياك الله أهلاً وسأل بك أهلاً بك نحن منعرف هذا البرنامج عندما يكون الضيف شاعراً نبدأ بقصيدة ثم ندخل في محاور اللقاء فنسلع منك قصيدة ثم نكمل بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة في الواقع كتبت قبل حوالي شهرين أو ثلاثة نعم وهي تصف الحالة العربي المؤلم الذي يعيشه الإنسان العربي فأنا أخاطب الإنسان العربي وأقول له بعنوان القصيدة متى تغضب؟ متى يا سيدي تغضب؟ فلا تلهو ولا تلعب سألقي القول معتذراً أقل اللوم لا تعتب فأنت الآن منبود وأنت الآن كالأرنب وأنت اليوم مطرود فلا تأكل ولا تشرب سوى من فضل أيديهم فتاة كاد أن يعطب وأنت الآن عريان وأنت الآن كالأجرب بلادك للسوى صارت وبحرك للعدى ينسب وأقصانا وقبلتنا نصفد فيه أو نضرب ونسجن إن دخلناه فلا حول ولا مهرب فلا زيد يسالدنا ولا أمر ولا أشعب ولا خيل ولا إبل وقادم يومنا أصعب سنصبح للسوى خدما فلا نرتاح إذ نتعب ولا نوم إذا شئنا ولا أكل إذا نصغب ولا نفط ولا ذهب ولا قصر ولا مكسب أفيق يا بني قومي فإن بلادكم تسلب فمن قيس ومن يمن ومن بكر ومن تغلب فبين مقصر أنتم وبين مداهن يكذب فلم تسلم آدمنا من التدمير في إدلب وفي البحرين أو بغداد أو أنبار أو مأرب فتلك القدس قد نسيت ألا نخشى على يفرب ألا نشتاق للأقصى نصلي الفجر والمغرب فندعو الله في شوق وصدق دون أن نكذب سؤال مؤلم متى يا سيدي تغضب لمن هذا الخطاب هل هو للمواطن العربي هل هو للزعيم العربي لمن هذا الخطاب طيب أنا أريد أن أصدقك القول أنه لكل إنسان عربي نعم طيب هناك شباب غضبوا وقاتلوا وقتلوا لكن كل قوى الشر الدولية تضافرت عليهم ويعني أوصلوا الأمة إلى هذه النتيجة يعني عندما نوجه الخطاب إلى المواطن العربي ماذا يفعل المواطن العربي عندما نقول له متى تغضب هناك من من غضب ووسم بالإرهاب أو ووسم بأنه متزمت أو متطرف أو إلى آخره مع أنه صاحب حق لا سيما في قضيتنا الأولى قضية الأمة الأولى هي قضية فلسطين من يقاتل من أجل فلسطين نعم يتهم بالإرهاب نعم فمن المسؤول الواقع أن هناك أناس قاتلوا وقتلوا نعم جاهدوا وانتصروا لقضايا أمتهم ولكنني أوجه الخطاب إلى أولئك الذين يتأمرون على الأمة نعم أولئك الذين نسوا المقدسات نسوا القضايا المهمة في الأمة العربية لأننا نعيش في واقع مؤلم يعني نجد في كثير من الحالات في كثير من المناسبات أن الناس يتخلون عن قيمهم يتخلون عن مبادئهم وهم كثيرون في هذا الوطن نعم يعني لا شك أن هناك أناس مكلصون يدافعون عن الوطن يفتدون الوطن بمهاجهم وأرواحهم ولكن التقصير من الكثيرين موجود نعم موضوع حلقة اليوم اللقاء هو نتحدث عن علاقة الشعر بالتخصص الأكاديمي يعني القصيدة أخذتنا إلى هذا السؤال المؤلم الذي دائما نسأله متى يا سيدي تغضب وهو موجه إلى المواطن إلى الزعيم إلى المسؤول إلى كل من له مسؤولية في هذه المواطن ودي أن أسأل حضرتك تحاصل على لسنس لغة عربية من جامعة بيروت العربية إلى أي مدى انعكس انعكاس مثمر هذا التخصي الأكاديمي هذا التخصي الأكاديمي على كتابتك للشعر واقع أنني كتبت الشعر وأنا أدرس الثانوية في المدرسة الثانوية وقد شجعني الكثير من الأساتذة على كتابة الشعر لأنهم لمسوا أن هناك روحا شعرية تتدفق في كتاباتي وخاصة أنني كنت أشارك في المجلة الحائط المدرسية أو في المجلات وأكتب في جرائد أردنية صحف أردنية كصحيفة الدفاع يومئذ وصحيفة الجهاد وكتبت في جريدة الأقصى التي كانت تصدرها قوات المسلحة الأردنية أيضا وكان هذا دافعا لي لأستمر في دراسة اللغة العربية فدرست اللغة العربية لكي أطور هذا النهج وبعد أن هيت دراستي في الجامعة بدأت أكتب في جميع المجالات العربية والإسلامية وأيضا الأمور الشخصية التي تتعلق بشخصيتي ومن لهم علاقة إذن أنت كتبت الشعر في وقت مبكر في مرحة الثانوية ثم دفعك هذه الموهبة إلى أن تدرس اللغة العربية نعم دفعتني ذلك يعني حاولت أن أدرس مواد أخرى ولكنني لم أستطع أن أستمر في هذا التفكير فلجأت إلى اللغة العربية التي هي لغتنا الأم نعم جميل بعض الذين ينضبون الشعر الآن يعني درسوا اللغة دراسة أكاديمية لغة العربية وطلعوا على فنون الشعر قبل هذه المرحلة لم يكتبوا بيتا واحدا ثم بعد أن أكملوا يعني أرادوا أن يجربوا حظهم هل يمكن للدراسة الأكاديمية في تخصص العربية أو تخصص العروض والقافية يمكن أن يصنع شاعرا يمكن أن تصنع شاعرا أنا يعني في رأيي المتواضع أن الشعر طبع وسليق يعني هو موجود أن الشاعر يولد شاعرا لذلك العرب كانوا عندما يولد شاعرا في القبيلة يفرحون له ويهللون ويكبرون لأن الشاعر يعني أصالة موجودة في نفس الشاعر في ذهنه في لغته في توجهه لكن الدراسة في الواقع هي تعزز هذا الاتجاه نعم ولا تخلق الشاعر أنا برأيي أن الدراسة مهما كان إذا يجب أن تكون الموهبة موجودة أصلا يجب أن تكون الموهبة موجودة حتى ممكن أن تسقل من خلال الدراسة نعم تسقل بطريقة صعيحة لأنني أعرف كثيرا من الذين حصلوا على أدات جامعية دكتوراه في اللغة العربية ولا يستطيعون أن يكتبوا جملة صعيحة واحدة جملة ليس بيت جملة هذه ما سات هذا موجود وأنت تعرف أكثر مني في هذا كيف يجتازوا المراحل الامتحانات الاختبارات أنا ألاحظ أن ما يكتبون على الفيسبوك يكتب كلمة إن شاء الله مربوطة مع بعضها زي كلمة إن شاء نعم هذا كيف يمكن أن يكون وهو دكتوراه وهو دكتوراه هذا يعني غريب جدا أنا أستغرب إذن مصيبة الأمة مصيبة عظيمة مصيبة كبيرة جدا نعم في هذا نعم إذن نقول أن الدراسة الأكاديمية لا تصنع شاعرا لكن ممكن أن تساعد تعزز نعم تعزز أو تدعم نعم الموهبة نعم يعني أنا قلت هناك من من درسوا هذه هذا الدرسوا التخصص ويعني حاولوا أن يدلوا بدلوهم يعني أتحدث عن التجارب التي جاءت يعني بعد أن درس بعضهم الدراسة الأكاديمية وبدأ بدأ يكتب الشعر يعني حتى لا نظلم بعضهم يعني هناك نقرأ بعض التجارب أنه تجارب جميلة لم يسبق لهذا الشاعر أن كتب ولم يسبق لهذا الشخص أن كتب الشعر قبل الدراسة الأكاديمية قبل الجامعة ثم فيما بعد ألا يمكن أن تكون ربما هو لديه الموهبة بالأساس لكنه لم يكتشفه إلا بعد أن يعني درس التخصص ربما يكون ذلك يعني في أحيان قليلة نعم لكن يعني أنا أعتقد أن الموهبة هي أصل كل شيء يعني أنا كنت في الثانوية وكان كني أدرس العروض عروض الشعر بحور الشعر الوافر والكامل والبسيط وغير ذلك في مرحلة الثانوية كانت في مرحلة الثانوية تدرسون العروض في ذلك الوقت يعني لازلت أذكر أنني حصلت على معدل مئة بالمئة في العروض ولذلك كان الأستاذ يعني يشجعني على أن أكتب الشعر وقد كتبت الشعر يعني القصيدة الأولى كتبتها في سنة الأربعة وستين عندما عقد الرئيس جمال عبد الناصر مؤتمر القمة العربي الأول نعم فقلت له لمن المفاكر يا جمال تنادي إلا لشخصك بالمروعة بادي فأنا كتبت عن الذين قدموا إلى القاهرة من كل بلد عربي كتبت عن الرئيس الذي قدم من تلك البلد هذه أول قصيدة يعني أنا أكتبها في هذا الموضوع هل نشرت القصيدة في والله نشرت في ديوان مثلا في جرائد أو صحف في ذلك الوقت لكنني بعد ذلك لم أنشرها لأن الرجل كان قد انتقل إلى رحمته رحمة الله عليه والحادثة نسية معروفة نعم رحمة الله عليه إذن نسمع قصيدة أخرى إن شاء الله نعم يا سيدي القصيدة الأخرى هي صرقة نازح نعم وهذه كتبتها في الواقع يعني هذا من ديوان بعد الأربعين بعد الأربعين ديوان الأول لك نعم ديوان أول وهي بعد نكسة حرب حزيران نعم التي قامت بين العرب وإسرائيل وقام أحد اليهود بإحراق المسجد الأقصى وكان هناك صرق بالعالم العربي لكنني كتبت هذه الصرقة في الديوان فقلت هناك بلادي وأرضي أنا هناك هناك على الرابية أعيش شريداً بلا مسكن وحزن يفتت أعماقية وكنت أعيش على ربط بقدس عروبتي الغارية فجاءوا يدقون إسفينهم فثرت وقلت بلادي لي فزمجر في وجه الظالمون وثارت رياحهم العاتية وشردني الغدر غدراً لآم عن الأرض والبيت والساقية وأحرق أعداؤنا مسجدي فلا عشت إن عاش أعدائي فأين أمية من كيدهم وأين العروبة أين هي لأقسم أقصايا أن أفتديك بكل نفيس وبالغالية فتلك بلادي وأرضي أنا وأرض جدودي وأبائية يعم الظلام بأرجائها وتحرصه جنده الباغية ولكن ناراً تشق الظلام وتبعث آمال إخوانية فإن دماء الشعوب سبيل لتحرير أوطانها الغالية جميل تنادي في القصيدة على بني أمية نعم لأن بني أمية كانوا أمراء الشام أكيد يعني هذا معروف أن إمارة بني أمية كانت في دمشق وكان معاوية رضي الله عنه يحكم من بغداد من الشام من دمشق نعم وكانت معظم البلاد العربية تابعة ليه وكانت القدس واحدة من الظواحي من بلاد الشام نعم تحت العربية وعبد الملك الروال هو من بنى قبة الصقرة واهتم بها كثيراً وهذا لا ينسى في التاريخ العالمي إذن دور بني أمية دور مشرف لماذا يحاول بعضهم أن يطعن به لا بالعكس ما هي الهدف ما هو الهدف ما هو الرسالة التي يحمله هؤلاء من خلال طعام ببني أمية هؤلاء يحملون أجندات مختلفة هدفها أن ينزع العربي لباسه العربي وشرفه وقوميته ومبادئه نعم ونحن لا ننسى في الواقع للأمويين دورهم في الحفاظ على المسجد الأقصى نعم كثير من الشعراء كتبوا للأمة وحرضوا على الثورة ضد أعداء هذه الأمة لكن كل ما تمر السنون والأيام الأمة تخوض في مستنقع الهزيمة والانكسار تتوسع أو تتسع قاعدة الأعداء والأمة في انكماش وفي انحسار وفي الأسف هزيمة إذن ما الضرورة من كتابة القصيدة للوطن ما الجدوى لم تفعل القصيدة فعلها كما المؤامرات والدسائس وكل هذا الرصيد من الجراح أنه أرى أو نرى أن القصيدة لم تفعل شيئاً اتجاه جراح الأمة لماذا ما زال الشعراء يكتبون يا سيدي الشعر هو نبض الأمة ونحن نعرف أن في مصر على سبيل المثال كان الشعر عزيز أبو ظبيك وكان سامي البارودي محمود سامي البارودي وكانوا مسؤولين ولكنهم كانوا يكتبون الشعر يعني محمود سامي البارودي قال الشعر ما عاش دهراً بعد قائله وصار يجري على الأفواه كالمثني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحيان كثيرة يقول لحسام ثابت رد عليهم يا حسام فيجب أن يسمع الأعداء ذلك الصوت الذي يخرج من أعماق العربي لأن العربي لا زال يحتفظ بقوميته وبهويته العربية والإسلامية لذلك يجب أن يحافظ على هذه الهوية من خلال الشعر لا نستطيع بغير ذلك إذا كانت الشاعر ليس بيده سلاح وليس بيده أي من قومات أخرى إلا هذه القصيدة فهو يكتب ما يشعر به ويترك ذلك الأجيال القادمة لعله يثير هذه الكوامن الموجودة في الإنسان العربي وهي كوامن الخير وكوامن الدفاع عن الأمة وعن مقدساتها وعن أصالتها وعن لغتها وعن أمجادها وكثيرون زرعوا أمجادا في الأمة العربية ولكنهم لم يصادفوا إذن أنت مع الاستمرار في كتابة القصيدة في تحريض تحذير الأمة من منطلق الحفاظ على الهوية العربية أرى أنك متمسك بالنمط الموروث للقصيدة العربية وهو ما يسمى القصيدة الموزونة القصيدة المقفات القصيدة بعضهم يطلق عليها القصيدة الكلاسيكية والقصيدة العمودية على الرغم من ازدحام المشهد الثقافي بالنصوص النفلية وهناك عودة أو نزوح كبير من الشباب الذين يكتبون الشعر اللي نحو القصيدة العربية بشكلها أو نمطها القديم ما تفسير ذلك؟ سيدي الوسط العربي الآن مليء بهذه المحاولات التي يقول أصحابها بأنهم شعراء أنا في الواقع أؤمن إيمانا قوي بأن الشعر هو ما قالته العرب منذ زمن امرء القيص وامتدادا إلى البحتري وأبي تنمام وأحمد شوقي وغيره والمتنبي وما إلى ذلك لم نكن نسمع شعرا بهذا الذي نسمعه اليوم يعني أنا أقول الشعر له مقومات مقومات الشعر الوزن والقافية وعمود الشعر والمعنى الجيد والأصالة في قول الشعر يعني لا نستطيع أن ندعي أن ما نكتبه من كلمات مرتبة أو منمقة أو فيها نوع من الرمزية أنه هذا شعر ويقول الشعر أنه أنا أحتفظ بالمعنى النفسي يجب أن يفهم الآخرون ماذا يقصد الشعر نعم فأنا مع الوضوح في هذا الشعر يعني أريد من الشعر أن يكون واضحا نعم في مقصده وفي معناه وأن تكون كلماتهم منشجمة مع اللغة العربية نعم الأصيلة وليس بالكلمات التي ليس لها معنا نعم أنا حقيقة سؤالي يعني القصيدة العربية بنمطها الموروث يعني فيها هنا قيود قيود التفعيلة قيود قيد الشطرين حرف الروي القافية نعم ويجب أن تكون هناك طبعا تحمل شعرية نعم يعني نحق يعني يحافظ على هذا النمط وهذا الشكل مع وجود الشعرية حتى تكتمل القصيدة وتكون قصيدة جميلة يعني تضع بصمة في الذاكرة نعم هذه القيود وصعوبتها يعني رغم هذه على الرغم من هذه القيود هناك شباب الآن بدأوا ينزحون إلى هذا اللون من الشعر رغم الصعوبات بإمكانه أن يتبنى الخط الآخر وهو ما يسمى النص النثري ويقول أنا أنا شعر لماذا الإقدام نحو هذه الصعوبات والله يا سيدي يعني لأن المجال مفتوح أمام هؤلاء واستطيعون أن ينشروا اليوم يعني يستطيع الكاتب أن ينشر على الفيسبوك يستطيع أن ينشروا في الصحف المحلية المختلفة ذلك هذا المجال المفتوح يعطي فرصة لهؤلاء الذين يحاولون لكن البقاء للأصلح دائم البقاء في النهاية يبقى للأصلح إذن أنت ترى الأصلح القصيدة العربية المقفرت نعم جميل نكمل حوارنا بعد الفاصل ماذا راتنا فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن عبد الرحمن بيضين موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشاعر والتخصص الأكاديمي عودي لك سيد عبد الرحمن كنا نتحدث عن يعني ميول الشباب الآن يعني هناك ميول كثيرة هناك شباب كثيرون يميلون إلى كتابة القصيدة العمودية المقفات على رغم كل الصعوبات التي ينطوي عليها هذا اللون من الشعر أو الكتابة يعني قلت أنا وسألت هذا السؤال أنه لماذا يميلون إلى هذا رغم كل الصعوبات هل أدركوا أن البريق والبهاء والبقاء ويعني لكي تحمل عنوان شاعر حقيقي يجب أن تسلك هذا الطريق والله يا سيدي يعني أنا أعتقد من الذي يدعي أنه يكتب الشعر نعم وهو لا يكتب بالشعر العمودي أو المقفة أو الموزون أو الذي يحمله معنى أو صورة شعرية أو غير ذلك يعني هو تائهم في طريق الشعر لكن يعني الذي نرجوه في الواقع من هذا الأمر أن يدرك هؤلاء أنهم يسيرون في الطريق الخطأ لأن بإمكانهم أن يكتبوا نثرا بإمكانهم أن يكتبوا خاطرة بإمكانهم أن يكتبوا قصة قصيرة وأن لا يلجأوا إلى إقحام نفسهم في موضوع الشعر حيث لا يستطيعون أن يسيروا فيه نعم لا سمعوا قصيدة إن شاء الله وقع في فترة السبعينات نعم ثلاثة سبعين وقعت حرب سميت حرب رمضان نعم وطبعا كانت هناك توجه عربي للمشاركة في هذه الحرب وكانت الأمة العربية في ذلك الوقت قد خرجت من حرب السبع وستين بالهزيمة المعروفة ولكنها عادت بعض الاعتبار إلى نفسها أثناء حرب الكرامة ثم في حرب تشرين التي كانت يعني تعطي انتباعا بأن العرب بدأوا يفهمون الدرس نعم فأنا من هذا المنطلق يعني قلتم ليحيي العرب في ذلك الوقت بعنوان حي العروبة زحفوا يجرون الحديد رجال ويحققون المجد والآمال جند لهم في النصر أسنى مطلب أو في الشهادة مقبلين عجال جند العروبة أهلنا ورجالنا قد آمنوا بالله جل تعالى واستبسلوا في الحرب حتى دمروا كيد العدو وحطموا التمثال قد مره بالوحلة سمعة جيشه سقط القناع فليس فم محال يا جيش مصر ويا جيوش عروبتي يا كل جندي عبرت قنال أنتم جنود الله يا أبطالنا نعم الجنود تحمسا ونضالا أهل الشمال أحبة بل إخوة فنضالهم للمجد كان مثالا زحفوا إلى أرض الشمال لصونها من بغي أعداء لنا أنذالا وتكاتف الجيشان صفا واحدا خاض الجميع معامعا وقتالا سم على الأعداء سام ثالث والسام أنواع له أشكالا كم أسقط الجيشان من طيرانه يهوي كبرق يستقر تلالا في هربة الجلال أو في شرقها فسماؤنا للموت صار مجالا كم أنزلوا من قوة محمولة كانت لها نيراننا آجالا كم هاجموا من قرية مأهولة لم يرحموا شيخا ولا أطفالا هذا لواء الأربعين يقوده بطل وكل جنوده أبطالا خاضوا على الجولان حربا باسلا ترك العدو دروعه أرتالا ديان أمس تائها متخبطا للحرب عاقبة عليه وبالا ضارليف يبكي خطه بلوعة ومئير تشك الذل والأهوال حي العروبة حيهم أبطالها حي التضامن بينهم فعالا حي المغاربة الذين تقدموا بعزمهم ذاق العدو نكالا والزاحفون من الجزيرة حيهم دفعوا الحشود وقدموا الأموال ومن الخليج سياسة نفطية في الغرب كان سلاحها فعالا لن تنتهي الحرب الضروس وأرضنا محتلة سنحطم الأقلال سنذيقهم طعم الهزيمة مرة ستظل كل دروحهم أرتال أنفال أمين نسأل الله أن يحقق هذه الأمنية لكل عربي وكل مسلم أصيل هذا كان موضوع تفاؤل في ذلك الوقت لكن الأمة عادت وتراجعت بعد ذلك للأسف حضرتك عملت مدرسا للغة العربية في مدارس الأردن نعم كثير من الشعراء الذين عملوا في هذا التخصص في التدريس للغة العربية عمدوا إلى جعل الدرس مسرحا شعريا إلى أي مدى حضرتك من خلال هذا التخصص من خلال هذا العمل حاولت أن تسير في هذا الطريق وتحول الدرس إلى مسرحا شعري الحقيقة يا سيدي أن مدارسنا بشكل عام تحتاج إلى هذا النوع من الأساليب التي تفضلت به حاولت في كثير من الحالات يعني في كليات الجامعية التي درست بها أن أقيم مجتمعا شعرية أن نقوم بعمل مبارزات شعرية بين الطلاب أحيانا بين الطلاب والمدرسين كنت أنا في الكلية الجامعية المتوسطة مثلا رئيسا للجنة الثقافية كنت أستدعي الشعراء استدعيت في ذات مرة الأستاذ حيدر محمود مع الأستاذ حيدر محمود وخالد محادين في نفس الوقت في أمسية شعرية وجمعت جميع الطلاب في تلك الأمسية في مدرسة الحسين الثانوية أقمت حفلا شعريا لتكريم المعلمين الذين كانوا يدرسون وكان من هؤلاء خالد الكركي على سبيل المثال يعني كما أذكر في ذلك الوقت في الكلية العربية أيضا أقمت نشاطا بهذا المستوى وفي العديد يعني في المدرسة الفندقية كتبت قصيدة شعرية هي عبارة عن نشيد للمدرسة للطلاب والطلاب ينشدونها حتى يومنا هذا وهم يدخلون إلى القاعات الصف ينشدون هذه القصيدة تحفظ منها شيئا؟ والله هي عربما موجودة في الديوان نعم لكني مثلا في كلية الحسين نعم في حفل حضره نائب رئيس الوزراء المرحوم ذوقان الهنداوي نعم وجمع من المسؤولين تكريم نخبة المدرسي كلية الحسين وطلبتها السابقين الذين هم في مواقع البناء ألقيت هذه القصيدة وكنت أمثل مجلس الآباء في المدرسة أدام الله مدرسة الرجال وأبقى الله مجدك في الأعالي تخرج منك أبطال كرام ودرس فيك أعلام النضال وأبناء من الأردن جاء من الصحراء أو أقصى الشمال وفي أرض الجنوب زرعت خيرا وفي غرب البلاد وفي التلال فأثمرت الجهود وكان زرعا كريما في الفلاة وفي الظلال وكانوا يدرسون على سراج يسمى في الحقيقة بالذبال إلى أن جاء سيدنا المفدى فصار العلم كالماء الزلال أنار العلم فيك ذرى بلادي فصار الجهل من ضرب المحال تعلم فيك أبنائي جميعا وأعمامي وإخواني وخالي فأنت اليوم مدرسة النشامة ومدرسة الحسين هي اسمها مدرسة الحسين فلا تبالي ومدرسة المحامي والمهندس ومدرسة الرئيس وذل المعالي فأهلا بالجميع بها ونعمة ونعم الجمع جمعكم المثال جميل 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 كيف وجدت تفاعل الطلاب مع هكذا نشاطات هل هناك كنتم تتبنون مواهب الطلاب في هذا المجال في كتابة الشهر يعني الطلاب كانوا يعني ينظرون إلى ذلك بعين الرضا والقبول وبالتقدير العالي ونازلت يعني عندما أكون في إحدى المؤسسات أو في مكان ما يلاقيني الطلبة فيقبلون رأسي ويقبلون يدي ويثنون على ما قدمت لهم في السابق يعني هذا يعني المكسب الذي استطعنا أن نكسبه من عملية تدريس في المدارس وفي الكليات الجامعية جميل حضرتك عملت مدققا للغة العربية في جريدة الرأي الأردنية وعملت فترة أيضا مديرا لتحرير مجلة الكاتب الأردني التي يصدرها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين يعني لديك بعض طويلة في تفحص وتتبع النصوص الأدبية يعني من يتابع المشهد الثقافي الأدبي الآن يجد هناك يعني كم كبير من الأدب الرديء يطرح في الأسوأ مؤكد أنه كل دار نشر أو صحيفة أو مجلة هناك مدقق لغوي مسؤوليته أن يتابع هذا الأدب ويحاول أن يهذب ويشذب ما هو رديء منه يعني كيف نفسر وجود هذا الكم الكبير من الأدب الرديء في السوق كيف يجيزه المدقق اللغوي الواقع يعني أنا كمدقيقين كنا أو محررين لغويين في جريدة الرأي كانت الأخطاء يعني قليلة جدا أنا لا أقول أنه ليست هناك أخطاء قد تقع أخطاء ولكنها كانت قليلة جدا حتى أن الدكتور خالد الكاركي بذات مرة طلب من الذين يضعون إعلاناتهم باللغة العامية أن نكتبها لهم باللغة العربية الفصحى ونعفيهم من الأجور نعم ولكنهم رفضوا ذلك الدكتور خالد الكاركي كان يرأس كان رئيس مجلس إدارة الرأي إدارة الرأي نعم وأنا كنت في ذلك الوقت فيه نعم فيما بعد صار وزير للتعليم العالي نعم صار وزير للتعليم العالي وصار رئيسا للجامعة الأردنية نعم ثم هو اليوم رئيس وهو شاعر أصلا نعم هو رئيس مجمع اللغة العربية الآن حاليا وهو أديب ومثقف وخطيب من الدرجة الأولى معروف نعم فأستطيع أن أقول بأن الناس هم الذين يقبلون أن تكون نصوصهم غير متققة يعني أنا تعرض علي كتب لأناس يؤلفون في القصة وفي الرواية وفي الشعر وفي غير ذلك نعم لأطلع عليها قبل نشرها أو بعد نشرها نعم فأجد فيها مجموعة كبيرة من الأقطاع يعني ما بالك عندما أجد في الصفعة الواحدة أكثر من عشرين قطاع إملائي ونحوي ولغوي في رواية أو في قصة أو في ديوان الشعر نعم يعني أنا الذي أستطيع أن أقول له لهذا الذي يكتب أنه يعني من الأفضل لك أن تعرض كتابتك أو قصتك أو روايتك على كاتب على محرر لغوي قبل أن تنشره لأن هذا النشر بهذه الطريقة يسيء إلى العربية يعني طلابنا تقع بين أيديهم هذه الكتب فيقرؤونها فيتعلمون منها يعني أنا قبل أيام قرأته وتصير الكاتب نفسه أيضا نعم يعني قرأته ديوانا لشاعر نعم ورأيت فيه أقطاعا إملائية فلفت نظره إليه نعم لا يجوز هذا أقطاع نحوية يعني المفعول به يرفعه نعم في القصيدة نعم ربما يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره لا هذا لا يجوز في هذا الاعتبار لا يجوز يعني الشاعر نعم يعني قد هل كانوا يرضون لهذه الملاحظات هم عندما يسمعون هذا الكلام نعم يعني يشعرون بأنهم وقعوا في الخطأ لكن من يصحح نعم من يعيد كتابة هذا الديوان أو الرواية أو كذا وقد صدرت وانتهى الموضوع يعني أنا أقول الذي يصدر هذا الديوان نعم ويصدر هذا الكتاب يجب أن يدقيقه أولا قبل أن يصدره أما وقد صدر بل مشكلة حصلت وانتهى الموضوع يعني التصحيح صعب قلت أنه كان الدكتور خالد الكرك يوجه عندما كان رئيسا لمجلس الإدارة اللي جريت الرأي أنه النصوص الحامية أو النصوص المكتوبة باللهجة الحامية الدارجة أنه تحول إلى فصيح أصحاب هذه النصوص هل كانوا يقبلون بهذا التغيير؟ يعني أنا أقول النصوص ما في مجال لنشرها إلا باللغة العربية فصحة لكن هناك بعض المواد الدعائية التي كانت تنشر كانت تنشر بالعامية فكان يقول لهم يعني نرجو أن تكون هذه المواد الدعائية تكتب باللغة العربية الفصحة نعم نتجنب الأشياء التي فيها عامية بحيث أنه تعلم الناس اللغة العربية فصحة في كل حالاتهم وفي كل مجالاتهم نعم نسمع قصيدة إن شاء الله سيدي هذه القصيدة هي بعنوان ما أبكاك نعم والإنسان يبكي على الوضع العربي الراهن فسألني أحدهم ما أبكاك يقولون ما أبكاك قلت لأنني فقدت صرات الناس في كل محفل ولم يبقى للأسياد إلا قبورهم وصار الذي في الذيل سابق أول ومن لا يجد النصب صار مهمشا ومن لا يحب الظلم صار مغفل وأصبح عرف الناس للغش أنه ذكاع ومن يفعله جد مؤهلي ومن يسرق الأموال شهم وحاذق وقد يعتلي ظهر الجواد المحجلي فيصبح شيخا للعشيرة كلها ويطلب منه الفصل في كل معضلي بكيت وما أبكي لبؤسا أصابني ولكن لأن القلب صار كمرجلي فإني رأيت الناس تاهوا عن الهدى وباء الذي يشرى بشرب ومأكلي ولو أنهم صانوا مبادئ دينهم لكان لهم أجر بحسن التوكل فلله كل الحمد والشكر والثنى ألوذ بربي المنعم المتفضل جميل أنا أعود إلى موضوع الرقابة على النص قلت أنه هناك تأتيت نصوص فيها أخطاء كثيرة لغوية كانت نصوص نفرية وهناك أخطاء مثلا في القصائد أيضا هل وجدت مشكلة مع بعضهم أنه يقول لك لا خلص أنه أنا أريد هكذا النص أن يكون أو أنا يعني بعضهم يقول أنا تقصت وتعمت أنه أخطأ حتى أكسر روتين اللغة والكتابة هل مرة عليك هذا النموذج؟ الله هذا يحدث أحيانا نعم أنه بعضهم يقول أنه هاي اللغة يعني أنا أكتبها لي أفهم عن ناش كلهم أنه هناك أناس لا يفهمون عن لغة العربية الفصحة نعم فأنا أريد أن أكون قريبا منهم وأكتب بلغتهم نعم يعني هذا نوع من يعني التعجرف نعم في استخدام الحق يعني أنا أطالب يعني أكتب بحريتي بحقي بما أريد لكن يجب أن أتقيد بنظام اللغة العربية الأصيلة التي هي لغتنا الأم والتي يجب أن نحافظ عليها وهي لغة القرآن الكريم طيب نحن بصطاعتنا أن نكتب بلغة العربية الفصحة لكن اللغة البسيطة التي يفهمها كل فئات المجتمع إذن مشكلة في الكاتب طبعا أنه عاجز أن يجد لغة مشتركة بينه وبين الجمهور هناك كثير من الشعراء يكتبون ونموذج ما يسمى السهل الممتنح نعم أنه القصيدة بسيطة الفهم ممكن أن يفهمها أي مستوى ثقافي في المجتمع وهي بلغة العربية الفصحة وكثير من الشعراء يجنح إلى هذا الخط حتى يكون قريب من المتلقي إذن المشكلة بمن يكتب لا يستطيع أن يجد هذه اللغة يعني بودي قبل أن يدركنا الوقت أن نختم بقصيدة هذا الحوار الممتع سيد تكرم وأنحنان يعني القصيدة ستكون في مجالها نعم وهي اعتذار إلى ليلة عنوان القصيدة اعتذار إلى ليلة ليلة هي يعني كان الشعراء يكتبون لها قصائدهم نعم قصائد الحب وقصائد الهيام صارت رمزية في الشعر العربي صارت رمزيتها يعني معروفة في الشعر العربي فطلب مننا أن نعتذر لليلة عن ما يحدث في عالمنا العربي من خروقات وخروج عن المألوف نعم وتجنن عن الحقائق فكتبت هذه المشاركة الدار نازحة لا تسأل الدار والطير بارحة تنبيك أسرار والعرب يا لي من قيس ومن يمن باتوا على الذل لا تل فينا أحرار فالود منفصم والكل منقسم لا بل رأيت صرات القوم تجار ليلى وليلي طويل إذ أكابده ماذا سينفع إن قدمت أعضاء فلا نستطيع في الواقع أن نقدم العذر لليلة لأننا واقعون في القطع في كثير من أحوالنا وفي كثير من حالاتنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعيدنا إلى جادة الطريق بإذنه سبحانه وتعالى نعم يعني أعود قبل الختام إلى موضوع الشعر والتخصص يعني هناك من يقول أن التخصص أو دراسة التخصص يعني يقيد الموهبة يجب أن تكون الموهبة يعني خارج القيود القيود الأكاديمية تخنق الموهبة أرجو بإجابة سريعة سيدي في الواقع أن التعليم الأكاديمي أو دراسة الأكاديمية لا يمكن أن تكون قيداً إذا كان صاحب الموهبة يتمتع بموهبة حقيقية الموهبة الحقيقية هي التي تنطلق بالأكاديمي إلى مجالات أوسع إذن يمكن أن يسخر التخصص الأكاديمي إلى خدمة نعم يمكن أن ينطلق بهذه الموهبة الأكاديمي إلى مجالات أوسع فيصبح لديه مجال أكبر عندما ينطلق في الشعر أو في غيره من مجالات الأداء شكراً لك الشاعر العربي من أردن عبد الرحمن بيضين شكراً لكم تشرفنا بلقائكم شكراً لك السلام عليكم ورحمة الله عزة المشاهدين أشكر لكم خسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكراً لكم 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 شكراً لكم